اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين رئيسة صندوق النقد الدولي تتغيب عن مؤتمر مبادرة الاستثمار السعودي وشركات اوروبية جديدة تنضم الى المقاطعة وزيراء الخارجية اللبناني والعراقي يؤكدان اهمية التكامل والتبادل التجاري ما بين لبنان العراق وسوريا وفي النشرة ايضا فنزويلا تتخلى عن استخدام الدولار في تعاملاتها المصرفية وروسيا تتخلص من سندات الدين الامريكية اهلا بكم اعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وقف مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وارجأت بذلك زيارة الى الشرق الاوسط تشمل الرياض بعدما اكدت حضورها سابقا وكانت لاغارد اعلنت من اندونيسيا نيتها عدم تغيير خطط سفرها لكنها تشعر بالفزع من التقارير الاعلامية عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي من جهته الغاء الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتي جنرال فرنسي فردريك اوديا مشاركته في المؤتمر بعد يوم من الغاء رئيس مجلس ادارة بان بي باريبا جان لومير مشاركته هو الاخر هذا وانسحب الرؤساء التنفيذيون لبنوك اتش اس بي سي والساندرد شارترد وكريدي سويس من مؤتمر مستقبل الاستثمار على خلفية قضية خاشقجي كما انضمت شركة جوجل الى شركات اعلنت عدم حضورها المؤتمر من بينها شركة اوبر وجي بي مورغان وشركة فورد وكانت جوجل قد اعلنت انها ستعمل مع وكالة سعودية لافتتاح خمسة مراكز للابتكار في المملكة لتدريب المواهب الطموحة في مجال التكنولوجيا استقبل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل نظيره العراقي ابراهيم الجعفري الذي اكد ان معابر النقل البري بين سوريا والعراق ستعود الى العمل قريبا وهو ما اعتبر باسيل انه يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاثة مرحلة ازدهار اقتصادي نحن نشوف انه التكامل لازم فيها بين لبنان وسوريا والعراق والاردن وكل المنطقة بشكل اننا نعود كل مصائب الحرب اللي اجت علينا نحن بلدان نكتنز كتير من الموارد الطبيعية والموارد البشرية يلي بتسمح لنا اننا نوعد شعوبنا بهيدا الازدهار والجهود منصبة بشكل مكفف خلال الفترة اللي مضت والمعابر بالنسبة لنا شرائن حياة والاصل انه تكون مفتوحة لظروف استثنائية ولقد والسعي حفيف وجاد يفتح هذه المعابر حتى تشوخ طريق الانتاجات في الوصول احنا خلينا العناوين العامة في هذه الجنسة القصيرة هو مسألة الصعيد الاقتصادي من جهته اعلن نائب وزير الخارجية السوري ايمان سوسان ان اعادة افتتاح معبر جابر نصيب ستكون له تأثيرات كبيرة على الصعيد الاجتماعي وسيشكل انطلاقة جديدة للعلاقات التجارية ما بين سوريا والاردن واكد سوسان ان المعبرة سيعزز موقع سوريا الاقتصادي والاستراتيجي نظرا لكونها صلة وصل لعبور المنتجات بين البلدان المجاورة وينشط حركة الترانزيت طبعا فتح الحدود يفسح المجال لتدفق منتجات كل البلدين الى البلد الاخر ويزيد حركة التبادل التجاري بينهما وانتم تدركون والجميع يدرك ان المنتج السوري يتمتع بسمعة ممتازة لدى المستهلك الاردني وهذا بالتالي يدفع الى زيادة العملية الانتاجية الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى زيادة الناتج المحلي لقصاد كل البلدين وفي ذلك مصلحة مشتركة لكلهما دعت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة لدعم موازنة الدول عبر اموالها ما يحد من الاعتماد على الدين الخارجي ويسهم في دعم الفئات الطعيفة من خلال تخصيص اموال الزكاة لدعم العائلات الفقيرة ودعم الاعانات المدرسية لمحدود الدخل وضمان حياة كريمة لذوي الاعاقة وقدرت الجمعية ان يصل حجم اموال الزكاة في البلاد الى ملياري دولار ثانويا اي ما يعادلو 12% من موازنة تونس للعام المقبل دعم العمليات الاجتماعية الموجودة اصلا في ميزاني الدولة في وزارة الشرعية نقاو مساعدات العائلات المعوزة في وزارة التعليم العائل نقاو مثلا البورس اللي تعطاء للطلبة في وزارة التنمية نقاو كذلك وزارة الصحة نقاو المركز الصحة الاساسية نقاو المدارس البيئية في الاريه في المدرسة الفقيرة هذا كل مصارف زكاة بامكان الاومال هذا وما امتاز زكاة ان مولوا بهم هذا مش يوفرنا باش نقصه من عجز ميزانية تونس مال الزكاة هو وجه المصارف الزكاة مني؟ من الفقراء ولا؟ ولذا اليوم كيكون عمل مؤطر عمل قانوني عمل في اطار تشريعي منظم فاكيد اليوم اكيد مش يكون عنده فايدة ويكون عنده تأثيره في المستقبل القريب والمتوسط البعيد انا ديما الحقيقة من انصار اليزم الدولة العملية اليزم تتولاها الدولة اعلن نائب الرئيس الفنزولي طارق العيسمي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية ان بلده قررت استبدال الدولار بعملات اخرى خلال تعاملاتها في السوق المالية الفنزولية وقال العيسمي ان فنزولا تستبدل الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة اخرى في جميع التعاملات بسوق الصرف ويأتي هذا القرار انسجاما مع قرارة اتخذتها الحكومة في اطار برنامج التعافي والارتقاء الاقتصادي لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلاد اعلنت وزارات الخزانة الامريكية ان روسيا قلصت في شهر اب اغسطس الماضي استثمارها في السندات الامريكية لتصل الى 14 مليار دولار بعد ان تخلصت من 47 مليار ونصف المليار دولار في نيسان ابريل و33 مليار وثمائة مليون دولار في ايار مايو وانخفض حجم الاستثمار الروسي في السندات الامريكية الى ادنى مستوى لهم منذ عام 2007 وبذلك خرجت روسيا من قائمة الدول صاحبة اكبر توظيف في السندات الامريكية بعد ان كانت تستثمر 97 مليار فيها في وقت ما زالت تحتل فيه الصين صدارة القائمة باكثر من 1165 مليار دولار اكد رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية علي كاردر ان دعوة الولايات المتحدة باقاف صادرات ايران النفطية تماما هي مخادعة سياسية وقال كاردر ان الرئيس الامريكي يبدل جهودا مضنية لتقنيس صادرات بلاده من النفط منذ اشهر مضت وبالتالي لن يكون هناك جديد او عظيم جدا في الرابع من شهر ترشين الثاني نوفمبر المقبل سجل سعر صرف الليرة التركي ارتفاعا متسارعا ليبلغ 5 ليرات و40 قرشا للدولار بعدما كان لامس في وقت سابق من هذا العام 7 ليرات للدولار تحسن سعر الصرف التركي يرجعه محللون الى التفاؤل بشأن تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة وسياسات البنك المركزي وقيام الحكومة بتحفيز مبادرات لخفض التضخم في الاسعار انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي معتبرا انه يشكل التهديد الرئيسي له لانه يرفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة ترامب قال ان الاحتياطي الفدرالي يتمتع باستقلالية مبالغ فيها واكد انه ليس راضيا عن سياسة رئيسها منتقدا خرقه لتقاليد التحفظ التي اتبعها اسلافه وفق تعبيره ابلغت رئيسة الوزراء البريطانية ريزاماي وزراءها بانهم لن يتوصلوا الى اتفاق للخروج من الاتحاد الاوروبي ما لم يتحدوا دعية الى اظهار الوحدة لاسكات من يضغطون عليها لاعادة النظر في استراتيجيتها لمغادرة التكتل الاوروبي كلام مي جاء قبيل سفرها الى بروكسل للمشاركة في قمة للاتحاد الاوروبي حيث ستواجه بمطالب جديدة وبطرح افقار لكسر الجمود الذي يعتري محادثات لبريكزيت وابرزها خطة لمنع العودة الى اغلاق الحدود بين اقليم ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضوي في الاتحاد الاوروبي كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول بريكزيت ميشيل بارنيي يقترح تمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لمدة سنة بهدف حلحلة المفاوضات بين الطرفين وتسعى اوروبا من وراء تمديد الفترة الانتقالية الى حل مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا وهو ابرز موضوع خلافي في المحادثات وقال رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك انه سيطلب من رئيسة الوزراء البريطانية ما اذا كان لديها اقتراحات ملموسة حول كيفية الخروج من الطريق المزدود خلال المفاوضات الى البرازيل حيث طلبت الشرطة الفيدرالية من المحكمة العليا توجيه الاتهام الى الرئيس ميشيل تامر وتجميد اصوله واصول بعض المقربين منه على خلفية مزاعم بالكسب غير المشروع ووفق وكالة رويترز فان الشرطة تحقق في مزاعم طلق تامر ريشة مقابل المساعدة على اقرار مرسوم تنظيم الموانئ وتوسيع الصلاحيات في ميناء سانتوس ما يخدم مصالح شركات لمقربين منه تقرير الشرطة يوصي بتوجيه التهم وبمصادرة اصول لتامر وابنته ومستشار سابق له ولثمانية من المقربين منه في الخبر الاخير باتت كندا اول دولة من مجموعة الدول العشرين تشرع استهلاك القنب الهندي لاغراض الترفيه في خطوة تثير حماسة المستهلكين والاسواق المالية على حد سواء وتحدى عشرات الكنديين الصاقيع وخرجوا لشراء الجرامات الاولى من القنب الهندي الشرعي من متجر تابع لسلسلة تويد فتح خصيصا للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي في البلاد ويقدروا حجم هذه السوق المربحة جدا بنحو أربعة مليارات دولار أمريكي هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء